أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى عائشة القمر وقال هذا هو الغاسق وإنما كان غاسقا لأن سلطانه يكون في الليل وقول من شر غاسق إلى وقب هو معطوف على من شر ما خلق من باب عطف خاص على العام لأن الغاسق من مخلوقات الله عز وجل وقوله إذا وقب أي إذا دخل فالليل إذا دخل بظلامه غاسق وكذلك القمر إذا أضاء بنوره أنه غاسق ولا يكون ذلك إلا في الليل ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسن النفاتات في العقد هن الساحرات يعقذنا الحبال وغيرها وتنفذ بقراءة مطلسمة فيها أسماء الشياطين على هذه العقد على كل عقد تعقد ثم تنفذ تعقد ثم تنفذ تعقد ثم تنفذ وهي بنفسها الخبيثة تريد شخصا معه فيؤثر هذا السحر بالنسبة للمسؤول وذكر الله النفاتات دون النفاتين لأن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع من السحر هن النساء فلهذا قال النفاتات في العقد ويحتمل أن يقال أن النفاتات يعني الأنفس النفاتات فيشمل الرجال والنساء ومن شر حاسد إذا حسن الحاسد هو الذي يقره نعمة الله عليكم فتجده يضيق ذرعا إذا أنعم الله على هذا الإنسان بمال أو جاه أو علم أو غير ذلك فيحسده ولكن الحساد نوعان نوع يحسد ويقرأ في قلبه نعمة الله على غيره لكن لا يتعرض للمحسود بشيء تجده مغموما مغموما من نعم الله على غيره لكن لا يعتدي على صاحبه والشر والبلاء إن ما هو بالحاسد متى إذا حسد ولهذا قال إذا حسد ومن حسد الحاسد العين التي تصيب المعاني يكون هذا الرجل إن صلى الله عليه عافية عنده كراهة لنعم الله على الغير فإذا أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة خرج من نفسه الخبيثة معنا لا نستطيع أن نصفه لأنه مجهور فيصيب بالعين من تسلط عليه أحيانا يموت وأحيانا يمرض وأحيانا يجن حتى الحاسد يتسلق على الحديد فيوقف اشتغاله ربما يصيب السجارة في العين وتنكسل أو تتعطل ربما يصيب رفاعة الماء حرافة الأرض المهم أن العين حق تصيب بإذن الله عز وجل تذكر الله عز وجل النفذات في العقد والثاني من شري ما خلقه من شري غاسق إذا وقب النفذات في العقد الحاسد إذا حسن لأن البلاء كله في هذه الأحوال الثلاثة يكون خفيا الليل ستر وغشاء والليل إذا يغشى يكمن فيه الشر ولا يعلم به النفذات في العقد أيضا كذلك السهر خفي ما يعلم الحاسد إذا حسن العائم أيضا خفي تأتي العائم من شخص تظن أنه من أحب الناس إليك وأنت من أحب الناس إليه ومع ذلك يصيبك بالعائم لهذا السبب خص الله هذه الأمور الثلاثة الغاسق إذا وقب والنفذات في العقد والحاسد إذا حسن وإلا فيداخل في قوله من شري ما خلق فإذا قال قائل ما هو الطريق إلى التخلص من هذه الشرور الثلاثة قلنا الطريق للتخلص أن نعلق الإنسان قلبه برب ويفوض أمره بذي ويحق التوكل على الله ويستعمل الأوراد الشرعية التي بها يحسن نفسه ويحفظها من شد هؤلاء ويحفظها كثر عمر الناس للأولئة الأخيرة من السحر والحسار وما أشبه ذلك إلا من أجل طفلتهم عن الله وضعف توكلهم بالله عز وجل وقلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتحصنون وإلا فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية حسن منير أشد من سد يعجود ومعجود لكن مع الأسف أن كثيرا من الناس لا يعرف عن هذه الأوراد شيئا ومن عرف فقد جغفل كثيرا ومن قرأها فقلبه غير حاضر وكل هذا نقص ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ما جاءت في الشريعة لسلموا من شرور كثيرة أما سورة الثالثة سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر واسواس الخناس الذي يوسوس في صدوء الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس وهو الله عز وجل وهو رب الناس وغيره رب الناس رب الملايكة رب الجن رب السماوات رب الأرض رب الشمس رب القمر رب كل شيء لكن للمناسبة خاصة الناس ملك الناس أي الملك الذي له السلطة العليا في الناس والتصرف الكامل هو الله عز وجل إله الناس أي مألوه وممعبوده فالمعبود حقا الذي تعله القلوب وتحبه وتعظمه هو الله عز وجل من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الوسواس قال العلماء إنها مصدر يراجب اسم الفائل أي الموسوس والوسوسة هي ما يلقى في الطلب مناء الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها الخناس الذي يخنس وينهزم ويولي ويجبر عند ذكر الله عز وجل وهو الشيطان ولهذا إذا أدن المؤذن انصرق الشيطان وهرق وله ضراط من شدة ما وجد من أضيق فإذا انتهى الأذان رجع من الصلاة الآثة ولهذا جاء في الأثر إذا تقول في الغيلام أباده بالأذان والغيلام هي ما الشياطين التي تخيل للمسافر في سفره وكأنها أشياء مهولة أو عدو أو ما أشبه ذلك فإذا كبر الإنسان انصرفت وفقوله عز وجل أخناس عن الذي يخنس أي ينصرف ويدبر ويولي ويذل أمام ذكر الله عز وجل وقوله من الجنة والناس أي أن الوسواس تكون من الجن وتكون من بني آدم أما وصوصة الجن فظاهر لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم وأما وصوصة بني آدم فما أكثر الذين يأتون للإنسان يوحون إليه بالشر ويزينونه في قلبه حتى يأخذ هذا القلام بنبه ويصرف إليه هذه الثورة الثلاث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفت في كفه ومسح بذلك وجهه وما استطاع من بدنه وربما قرعها خلف الصلوات الخمس فينبغي للإنسان أن يتحرر السنة